ترجمة نانسي قنقر رايحين فين? بنعمل ايه? كل الانشطة يعني متناخمة مع بعض في منظومة هدفها الحفاظ على الطبيعة وصونها. لان لما نتكلم عن الطبيعة نتكلمش بس عن محميات ولا تناوية بلوية شو بس نتكلم عن مصر كلها. يعني الهواء في المدن يجب ان احنا نحسن مناوية. ومي الجبنين يجب ان نحنينها. ونزين من حنايتها ونقضي على اي مصدر للتباوز. سبحانه. طبعا اليوم احنا بنحتفل كان بنحتفل يحتفل بيوم البيئة. ولكن احنا بنحتفل بحاجة اكبر من اول بيئة. وهو العشر من البيئة. احنا قايينا ان اساسا النهاردة في وزارة بيئة نحتفل باللي جديد. بالعشر من رمضان ثم يوم اه البيئة العلانية. اليوم البيئة العلانية السنة دي بنتكلم على اه انا مع الطبيعة. وبالتالي كان درولي في انشطة الوزارة انها لا تركز على قاهرة. فعملنا انشطة الوزارة من حوالي شهرين. واحنا الافرة بتاعتنا والمحنيات والجامعات الاهلية نتضافر مع بعضه فيه انشطة للتوعية او للتنظيف او يعني لتنظيف شواطئ او لزارع اشجار. والنهاردة جيين نقدم ملخص لهذه الانشطة اللي اتعملت. في مبادرة منهم ايما بيها جامعية اهلية شبابية. قدرت بقدراتها الذاتية. طبهم دعم مننا ان احنا نوفر لهم الاقامة والانتقاد. ان يزوروا الجامعيات في زل المشروع اسمه اعرف محميتك للشباب. وبيصوروا الكلام ده. ودوقتي بتعرض في احدى القنوات الفضائية بعد الفطر الطوالي بامكانياتهم الذاتية. في جزء تاني فيلم كبير عن التنوع البلوجي في مصر كله. فيلم مدته خمسين دقيقة. بيوسط كل التنوع البلوجي والمحميات اللي موجودة في مصر. باللغة الانجليزية وباللغة العربية. عشان نستخدمه نروج للسياحة البيئية في مصر. ونروج لاستضافة مصر لمؤتمر التنوع البلوجي اللي ان شاء الله حكون الفين وانتاشر اللي يجيب تبدأ ترواجل من دي بدل.